السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن ظاهرة الوحم عند النساء الحوامل هذه الظاهرة التي يترتب عليها تغيرات غرمونية وفيزيولوجية وفيكولوجية لدى المرأة واحيانا تكون سببا في خلق النزاع داخل الاسرة فعوض ان يكون هناك انتظار المولود الجديد وما يحمله من بشائر وما يحمله من افراح قد يتحول الى لحظات من النزاع والخصام والسبب هو عدم فهم ظاهرة الوحم وحيثيتها كما تعلمون جميعا بان المرأة الحامل في المرافل الاولى من فترة حلها وكل الامهات اكيد انهن شعرن بنفسي الاحساس انهن يواجهن بعض المتاعب النفسية والصحية خصوصا من الشهر الثاني وقد تستمر الى الشهر الثالث والرابع والخامس وقد تواكد المرأة الى قرب الوضع المشكلة وان الكثير من الازواج قد يعترض على تصرفات المرأة وهي في حالة الوحم خصوصا لما تصدر منها تصرفات والسلوكات ويعتبر بان هذا مجرد دلال تظهره المرأة لاهتمام بها ولفت الانظار اليها بل قد تتطور الحالة الى نزاع بين الرجال والنساء وكثيرا من سمعنا في المحاكم حالات طلاق والسبب واهن للغاية حتى ان السادة القضاة يتعجبون اين يكمن المشكل يتعجبون كيف ان المشكل واقع بين الزوج والزوجة وهناك المرأة تتقدم بطلب للطلاق والمشكل غير وارد اصلا لهذا تعالوا بنا ايوا الاحباب الكرام نتعرف عن حقيقة الوحم واثاره الاجتماعية على الاسرة وعلى العائلة وهل هذا الحمل او الوحم هو امر حقيقي يجب ان يوخد بمحمل الجدية ومساتير هذا الوحم على الحمل او الجنين هل الجنين يتأثر ايجابا او صلبا بحمل ووحم امه اذا كانت سعيدة هل هذا ينعكس على شكله وبشرته وخلقته واذا كانت سعيدة هل انعكس على تصويره وعلى بنيته الوحم كما هو متعرف عليه يعرف بانه الرغبة الرغبة من المرأة الحامل رغبة شديدة تلتابها حينما تشتهي تناول انواع معينة ومحددة من الاطعمة والمواد الغدائية وقد تتناول مواد اخرى غير غدائية وقد تكون هذه المواد غير ذات قيمة واحيانا نلاحظ هذا التغير الغريب فقد تكون المرأة مثلا من الذين يشتهون اكل اللصوم ولكنها حالة وحمها تكره اللصوم وتحب النباتات تصير انها محبة لأكل النباتات والعكس قد تكون المرأة نباتية ولكن حينما يأتيها الوحم قد تصير محبة لأكل اللصوم وهناك من تأكل اللصوم بشراحة انها تطلب من دوجها وتطلب من عائلتها انهم يطبقون لها طعام فيه لحوم اشكال والوان من الكببي وغير ذلك وقد تطلب الذهاب الى المطاعم الخارجية لتأخذ راحتها في الاكل بعيدا عن انظار الاخرين وقد يكون الوحم عند المرأة انها تشتهي انواعا معينة من الاطعمة في غير موسمها قد تشتهي بعض الفواكه التي تظهر في الصيف وهي تريد اكلها في الشتاء وقد تكون هي تريد فواكهها تظهر في الشتاء وهي تشتهيها في الخريفة او في الصيف وهنا تطلب من الزوج ان يبحث لها عن هذه الاطعمة باي تمن وكأنها تمتحن مدى ارتباطه بها وحبه لها واحترامه لها هناك نساء اخريات يشتهون نوعا اخر من الطعام نوع واحد قد يكون هناك تناول نوع معين من الشوكولاتة كي ان الشوكولاتة معين المرأة تحبه بنوعه تقول لا اريد اي شوكولاتة مهما كانت اشكالها والوانها اريد نوعا محددا وعلى الرجل ان يبحث عنه باي طريقة معينة وهناك من لا تحب المواد الشلوة وانما تحب المواد المالحة ولم تكن تحب المالح او العكس انها تحب الحار مواد غدائية حارة وقد ذكر بعض المختصون ان هذا به يعرف حقيقة الذكر ام الانتا يعني بغير استشارة طبيب فغالبا المرأة اذا كانت تنوحمها على مواد شلوة فانها تكون حادي بفتات بمرأة اما اذا كانت حادي ان تحب المواد المالحة او الحارة فالغالب انها تبحث عن مولود ذكر ان تحمل بناتناها جنين ذكر وايضا نلاحظ في الوحن اشكال غريبة جدا المرأة تكون ربما تكره انواع معينة من الاطعمة ولكنها بقدرة قادرة تتحول انها تحب بالاطعمة وقد تكون الاكس انها تحب اطعمة اخرى فتصير تكرهها تقلبات في المزاج والمرأة في هذه الحالات تعود الى ذكريات اما سعيدة او حزينة قد تكون عندها ذكريات سعيدة لطعام معين فتشتق اليه وقد تكون عندها ذكريات حزينة فترتض ودائما الرائحة للبعض الاطعمة تجذب للمرأة الرغبة وهناك الغريب في الامر ان بعض النساء يتوحمن على اشياء غريبة كالطين كالتراب هناك من تتوحم على الرماد هناك من تتوحم على المعجول الاسنان هناك من تحب الصامون هناك من تحب السجائر وهناك من تحب الفحم وهناك من تشتاق للتبشير وتريد اكل الحبر وغير ذلك اشكال غريبة ومتيرة للغاية هذا ما يتعلق بالشق البيولوجي بيولوجيا المرأة تحب انواع معينة قد يكون نوعا من الدلال وقد يكون فعلا ان الجسم محتاج الى هذه المواد من الناحية النفسية قد يكون السبب ان المرأة تستعمل هذا الوحم لجذب انتباه زوجها جراء شعورها بالنقص في الحنان والعاطفة فالبعض يفسر هذه الحالة ان المرأة تريد ان تقول لزوجها ولأسرتها ولعائلتها الكبيرة انها ينبغي ان تكون محطة انضار لانها تحمل جنينا وانها تنتظر ان تاتيهم بالفرحة والبشائر فعليهم ان يهتموا بها وبتالي يشعر الزوج على وجه الحصوص وبقية افراد الاسرة والعائل الكبيرة بانهم يدللون هذه المرأة ويستجبون لكل احتياجاتها وذلك لارضائها وايضا لارضاء الجنين في مطنها الغريب البعض يقول هل هذه الظاهرة هي عامة عند كل النساء ام انها في منطقة دون منطقة يبدو ان في العالم الغربي نسبة الحمل ضئيل جدا ولكنها في الوطن العربي تتضاعف اكتر فاكتر ومن من يقول بان في الاوساط المتقفة تقل وفي الاوساط الغير المتقفة تزداد لكن يبدو بان حتى النساء المتقفة يشعرن احيانا بنوع من الحزم ينتبهن اثناء الوحم اما الخوف من تحمل المسؤولية او الخوف من الانجاب وكذلك الخوف من ان جسمها تستفى يتغير هناك بعض النساء عندهن قداسة كبيرة لاجسامهم تريد ان تبقى دائما شابة وغضة لكنها مع الحمل والوحم والولادة اكيد سوف يزداد وزنها وقد تتعرض لبعض التراهل وقد تظن بان زوجها لم يعد ينتبه اليها هذا الخوف الذي ينتبه بعض النساء حتى المتقفات منهن يشعرن لشيء من ذلك واحيانا بعض النساء العاملات صاحبة المسؤوليات الكبيرة اما ان تكون قاضية او قائدة او طبيبة كبيرة او مسؤولة في ادارة عامة تخاف من الوحم والانجاب لان هذا سوف يؤثر على تحمل المسؤوليات التي سوف تقوم بها مستقبلا وهنا يأتي الحمل عنيفا ويكون فيه مشاعر متناقبة هناك الشعور بالخوف والشعور بالفرح والازواج يقول لست ادري كيف اتعامل مع هذه المرأة لان مزاجها متقلب فاحيان تريد كذا واحيان تريد غير كذا وهنا المرأة فعلا يدر عليها اعراض جسدية غريبة انها في هذه المرحلة تبدأ بالغتيان وتشعر بالقي وهذا الامر متعب لها وبعض الرجال قد يتقذز من ذلك وينصرح ومنهم من يعتبر هذا امر طبيعي ويفرح ويسعد ويقدم المساعدة ثم هناك شعور بالعياء والتعب ينتاب النساء تعب شديد وعياء شديد وميل الى الزيادة في عدد ساعات النوم المرأة تنام كثيرا بعض الرجال يعتبر ان هذا امر طبيعي طبيعي جدا لان المرأة تحمل كائنا بشريا في مطنها وتحتاج الى الراحة لكن هناك بعض الرجال يغيب عنه هذه المعلومات فتجده ربما يتعامل مع الزوجة بعنف ويتعامل معها بقصوة ويقول كل هذا دلع ودلال قومي للعمل قومي لاشغال البيت قومي بتحمل مسؤولياتك وهنا يبدأ الصراع والخصام بين الزوجين وخصوصا خصوصا اذا كانت هذه المرأة الحامل تعيش مع اسرتها الكبيرة هناك بعض العائلات عندما اسرة كبيرة الزوجة تعيش في بيت الابوين ذي الزوج واخوته واخوانه ويلاحظون عليها انها لما كانت في الاول جاءت جاءت نشيطة وكانت قليلة الطلبات ونكن مجرد ان وصل لها الحمل صارت تتعامل معهم بنوع من الاستعلاء وفقت طلباتها فيظنون ان هذه كلها نوع من الدلال ونوع من الحرج فيزداد التعب ويزداد الصراع ويزداد الخصام وهناك من يعتبر ان هذا امر عادي جدا فالمرأة التي هي عندها الوحل تشعر كثيرا بالانفعال تبدأ تشعر بالانفعال تشعر بالغضب تشعر بالحساسية الزائدة والاخرون يقولون لقد قل صبرها بل وقد نفد صبرها ومن ثم نلاحظ بان كثرة حالات الطلاق في المحاكم سواء في المغرب او في الوطن العربي تكتر كثيرا في سنة اولى زواج بعد شهرين ثلاث اشهر من الزواج يبدأ الطلاق نسبته مرتفعة والسبب هو عدب الادراك انه نفى وحب احيانا قد يكون هذا الطلاق حتى في سنوات متقدمة والسبب هو الانفعال والغضب الزائد وقلة الصبر من الطرفين ثم نلاحظ بان المرأة يصير عندها قدرة كبيرة على شم الروائح واصعب ما تشمه المرأة هو رائحة زوجها فهناك بعض النساء يشعرن بالوحم على الزوج اما ايجابا او سلبا الاجاب ان المرأة يبدو لها زوجها بانه اجمل انسان فوق هذه الارض وتتعلق به اكتر وتغار عليه حتى من الرياح تغار عليه من محددات النساء ومن كلام الجيران والاقارب وتراه كأنه وحيد زمانه وتريد زمانه وقد تبايق الزوج من هذه المعاملة وهذه الغيرة الزائدة وقد تكون هذه الوحم بالطريقة السلبية ان المرأة تكره زوجها وكلما شعرت بالألم وبالتعب تقول انت السبب ثم انها تشم رائحة رائحة كريهة في الزوج رغم انه يستحم ورغم انه يتطيب ولكن على كل هذا المرأة تشعر دايما بان هذا الزوج فيه رائحة كريهة وانه لا تطاق ومن ثم يقع كثيرا نزاع بين الطرفين ثم هناك بعض النسوة وهن في مرحلة الوحم تميل الى العزلة وتميل الى الانطواء وتنكفئ على الدات ويكون عندها قلة الكلام ومن ثم يركبها الوسواس لان كل من رأيناه منزويا منطويا منعزلا قليل الكلام في الغالب هذا اما ان يكون ولي من اولياء الله الصالحين كالاولياء حينما يسيون الى العزلة واما ان يكون انسان عادي قد تسلط عليه الوسواس القهري فيبدأ دائما عنده افكار وصراعات نفسية كبيرة جدا قد نتساءل ما اسبب هذا الوحم في الحمل السبب ببساطة هي ان الجسم للمرأة يحتاج الى بعض المواد عنده نقصان في بعض المواد اما فيتامينات او معابن ومن ثم هناك بعض النسوة يشعرن برغبة كبيرة في شرب الحليب وهذا سببه نقصان في معدن الكالسيوم وقد يكون عند بعض النساء رغبة كبيرة في اكل انواع اخرى اما الشيكولاتة او كده فمحتاج الى السكريات وقد تكون تشكاق الى الاسماك محتاج الى الفوسفور وحيانا تحب اللحون بشراحة محتاج الى ان جسمها ينقصه بعض المواد ومن هن من تحب الفواكه الحمضيات اما البرتقال واما المشمش وعيرها كل هذا يدل على ان المرأة عندها نقصان في جسمها وفي بنية المولود ولهذا تحتاج الى تكملة هذا المقصان قد تشتهي بعض النساء ايضا الطين او تشتهي الغاز او تشتهي التجائر او معجون الاسنان كل هذا قد يضر بجسمها لان المرأة اذا تناولت شيئا غريبا لابد من استشارة الطبيب لانها قد تأكل مواد سامة تضر بالام وتضر بالجنين فوجب استشارة الطبيب للتأكد من حالتها هناك من يظن بان المرأة اذا اكلت او توحمت على بعض المواد التي هي طيبة المولود يأتي جميل ببشرته وشعره ولون عينيه اذا كانت اكلت مثلا البرتقال او حبل الملوك او اي فاقها جميلة في حين اذا اكلت مواد اخرى كالطين والجير والغاز والسجائر او التراب والرماد فكل هذا قد يؤدي بها الى انها المولود قد يكون غير وسيم في شكله او فيه عيوب في خلقته وشعره ودشرته ولون عينيه وفي اعضائه تلاحظوا بعض النساء يكنوا كثير الجير الجير لان هناك مادة دل كالسيوم ناقصة في الجسم والطفل يحتاج الى قوة عضلات فالوحم له تاثير قوي على المرأة ولكن الذي يؤثر اكتر وهو حينما تقوم بعض الامهات تظن بان ابنتها محتاج الى طعام جيد فتحضر لها اشكال واصناق مختلفة من الطعام من الحمام واللحن وتأكل اكتر من اللازم فتصاب بالسمنة والسمنة هي قادمة يعني بعد الوضع وبعد الرضاع تتأتي السمنة طبيعية لان هناك افرازات لتطور الهرمونات فتبدأ المرأة تأكل بشارها اكتر وقد تصاب بالالم الشديد الذي هو اساسي ان نعرفه في فترة الوحن هي ان هناك تغييرات فيزيولوجية تقع على المرأة ونحن من صدر المولود الذي سوف يأتي بالبشارة ويأتي بالفرح والسرور هناك عائلات تكون محمودة ربنا يوفقها فتعلم هذه التغييرات عند البرأة فتأخذها بالتي احسن ويبقى الشمل مجموع وتزداد الفرح افراح متعددات لكن هناك اوسط اخرى لا تدري مخاطر هذا الحمل مما يؤدي الى الصراع ويؤدي الى العنف ويؤدي الى التشنج ويتهم الزوج زوجته بانها تتعالى عليه وانها تطلب الكثير من المطالب وحقيقة سمعنا الكثير من الازواج زوجته تستغل هذه المرحلة فتطالبه بما تشاء ولا يستطيع ان يرفض لانه روان رفض سينعكس ذلك على الجنين وقد يأتي بتشوهات خلقية فيخاف على نفسه وعلى جنينه فيذتر انه يستجيب لكل المطالب المسألة هي مرتبطة بتغيير سيكولوجي وفيزيولوجي ونفسي عند المرأة وعند العائلة الناس محتاجين في هذه المرحلة ان يعتنوا فعلا بالمرأة لان هذه المرأة هي تمر بمرحلة حارجة لكم ان تتفوروا ان انسان يحمل في بطنه انسان اخر تحمل في بطنها كائن بشري ذكرا او انتا لان في هذه المرحلة يقع لها تغيير كبير تحتاج الى الرعاية تحتاج الى الحنان وتحتاج ان نقوم لها بكل ما تشتهيه وتحتاج ايضا سسم المعاملة وتحتاج تجنب الصخب والاذاية لان هناك نساء يتعرضن للاذاية في هذه المرحلة فيبقى الاطر مستمرا سنوات طوال فلابد ان يتم توفير مناخ عائلي ومناخ اجتماعي واسري مناسب للمرأة عند الوحم ويجب تجنب الضغط النفسي لان ذلك قد يؤثر سلبيا على صحة الام والجنين اما الساد القضاء في المحاكم فاذا قدمت عندهن امرأة تطالب بالطلاق وهي فيها حالة وحم لا ينبغي بتاتا الاستجابة الى طلبتها يحكي لي احد القضاء انه كان مع بعض الساد القضاء في المحكمة جاءت سيدة حديث اهد من الزواج تطالب بالطلاق زوجها يتفاجأ انه لا يريد طلقة ولكنها مسرة على الطلاق مسرة فبعد مراجعتها مرأة تكرارا تيقن الساد القضاء بان ينبغي ان تطلق طلقت فعلا وبعد ان مرت ايام الحمل وبعد ان جاءت ايام الولادة لاحظوا بان هذه المرأة رجعت هي تطلب الرجعة لزوجها جاءت عن نفس سيد القاضي تقول له انا اريد الرجوع قال يا سيدتي ان لم تطلبي انت بنفسك الطلاق وتحايلن عليك ورى بيناتي وما عندك مسرة قالت اي نعم سيدي لكنني كنت ضحية وحم كان عندي وحم خطير والوحم كان ضد زوجي كنت ارى فيه كل المساوة واشم فيه اسوأ الروائح وكانت حياتي معه لا تطاق كالسيس فطلبت الطلاق لارفح ولكن الان بعد ان جاء المولود اشتقت اليه هو ابو ابني ورغم المشاكل التي مرت بيننا اطلب العفو والسمح فقال القاضي هذا ليس وظيفتي كقاضي في المحكمة ولكن سوف اقوم بهذا العمل الاجتماعي فداب الى الزوج ففوجئ بان الزوج في المرحلة قد اصبه ابد جر وتزوج بمرأة تانية فبقيت المرأة الاولى تندب حظها التعيس وتقول لما اسرعت وتزوجت تانية فبعد مدة راجعها لانها ام ولده وعاشت وصرت معها ضرة في حياتها لهذا لم ينبغي ان لا نتعجل في ايام الوحم لابد ان ناخد الوقت الكافي لكي يكون هناك مرور غممة صيف وحبدا لو انه تم ان العزلة بين الزوج والزوجة اذا وقع بينه مصرع ان الزوجة تمكت في بيت عائلتها والزوج في بيت عائلتها او يسافر بعيدا عنها ريث ما تمر العاصفة ثم تعود المياه الى مجاريها وكل هذا ينعكس على الجنين فاذا رأينا المولود الجميل الوسيم الخلوق اعلم بانه مر بمرحلة طيبة في الوحم وانه كان كان حتى هناك مدرسة في علم النفس السلوك الاجتماعي تفسر سلوك الانسان بماذا كانت امه تتوحب يقول لك طبيب سو المكر عشرة تتوحب يقول لك تتوحب على حب البحر فيجد هذا المولود لما يكبر ميان الى البحر قد تقول له كانت تحب الشاي فيصير مدمن على الشاي قد تكون انها تحب السجائر لا يصير مدن السجائر قد تكون مدمن على حب القرآن والسماع القرآن فيصير يتشوم على القرآن لانه عنده تأثير على الجنين على المستوى البعيد كبيرا نسأل الله تعالى ان يبارك في الجميع ويحفظ الجميع واسأل الله تعالى ان ينبهنا باخطائنا وهذه فرصة ايها الاحباب الكرام اطرح عليكم السؤال حدثونا واشكوا لنا عن تجاربكم مع الحمل ومع الوحم ومع العلاقات العائلية هل كانت رائدة هل كانت منسجمة اما كان فيها تشنج وكان فيها غضب وانسعاج ربما لكل عائلة لها تجربة مختلفة عن الاخرى نريد ان نستمع الى التجارب المختلفات لنستفيد ونخرج بقناعة حتى يكون بناتنا الصاعدات لا يقعنا في مثل هذه الاخطاء التي وقع فيها الكبار ارقامنا مفتوحة في وجه الجميع وهي 05-22-88-0060 او 61 او 62 او الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 او 51 او 52 ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل تبقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة